يقطعون المسافات بحثا عن الصحة في أروقة المستشفيات لكن البعض منهم يعود محملا بالإصابات والأمراض الناجمة عن الأخطاء الطبية وهي أخطاء تكشف عمق الأزمة التي يعيشها القطاع الصحي في محافظة الجوف حيث يذهب بسببها ضحايا كثيرون ومع تزايد حاجة المواطنين لهذه الخدمة واكتظاظ المرافق الصحية بالمرضى القادمين من مختلف مناطق هذه المحافظة النائية إلا أن الوضع الصحي في الجوف لا يبدو على أحسن حال هو الآخر يحتاج لمن يبث فيه العافية الوضع الصحي في المحافظة سيء جدا طلبت الله بيع أجراء في العلاقات المريض يدخل لي بكيسين علاقات أدوية أخطاء طبية كثيرة توقع في المستشفيات والله خارج الكل أطفال ونساء وكبار سن ضحايا أخطاء طبية جسيمة تسببت في وفاة امرأة وإصابة أكثر من 30% من الأطفال الموالد الذين تم تحويلهم من أحد المرافق الصحية بعد إصابتهم بشلل دماغي بسبب نقص الأكسجين وعدم وجود أخصائي ولادة وفقا لإحصائيات مكتب وزارة الصحة بالمحافظة الذي قام بإغلاق كافة المراكز والمنشآت الصحية التي تعمل دون ترخيص وإحالتها إلى النيابة عدد حالة الأطفال التي تحول من مستشفى النيل بعد الولادة أكثر من 30% يحصل لهم برين أتروفي يعني البرين أتروفي هذا شلل دماغي الشلل الدماغي هذا بسبب نقص الأكسجين لعدم وجود متخصصة في الولادة هذا المصيبة 30% من الحالات التي تحول من الولادة تصاب بشلل في الدماغ هذه جريمة مما اضطرينا إلى أن نغلق المستشفى هكذا يبدو الوضع الصحي في الجوف متهالكا علاوة على تسليع مهنة الطب وتجريدها من قيمتها الإنسانية والإتجار بأصنافها الدوائية التي باتت هي الأخرى سوقا مفتوحا ورائجا للربح واسترخاص أرواح المواطنين علي الجرادي قناة بلقيس الجوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر